كلهم. الله الله اجزاك يا ابو محمد سم. لا كبيري مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الاسرار. يعني الانسان مثل ما قال الله يعافيها. ان الانسان يعني يعمل. انا حاجة بتنقصه يا عبد الرحمن اللي هو الربع الواحد يسولفه عليه. هو شخصيا يسولفه عليه. ايه. يقول لنا في مكان مسؤول عن موقع. موقع مسؤول عنه. والموقع هذا يروحون يسافرون منه الخارجة البلد. هو من دولة الخليج. يقول شفت مراي. يقول تبكي يا طعمر يقول بكاه يقول كاذا ان تموت. يقول رجعت وسهلت الكوينتر. قلت ليه. قالوا هذي جاي بيته مولود. ايه. والمولود ما معه ثبات. ايه. ما معه ثبات ان له. وهي الان هي زوجه طبعا هي باكستانيه. سفر الباكستان وهذا بيرجعونه يا طيب عمر ما يشفون بعدين اجراءاته. وهذا اللي يبكيها. ايه. شوفوا العمل يا اخوان بعض الناج عندي يفكرون عمل بسيط. يقول رجعت لهم يقول هذا علم السوريتينا. علم السوريتينا انطهيه. يقول واختت وانا منهم يطلع. ما هذا يقول قدمت له. قدمت له. يقول هذا يقول ما يعرف كلامه طبعا. لعله عمل صالح. لكن يقول ما عرفنا تدعيلي. يقول. ايه. يقول بعد عشرين سناه. بعد عشرين سناه. يقول جيت لسهودي بار كويتو بدوتا الكويت. يقول جيت لسعودية. ايه. يقول يوم جيت لسعودية وطلعت من العيرية راحل الدماء. ايه. يقول بلير يقول سيارة جديدة يقول لنا واخوه. واخوه اليسوق. ويقول واخوه يمشي سراحة قوية حيل قوية. يقول يوم رعيانا يقول مرل بالقدامنا كان هالمسباح كده هشكه. بنصه الخط. شفت. قال والله اني يقول اني شوف عيني الباكستانية يقول معه وغاده يقول تقول ه façoشكه. يقول تقول هدا. يقول حن يطلع من لسل طالب. لا اله الا الا. هي حن يقول م adoro رب العلمين يقول ي casteوق ودل وقف يقل توقف يقل اوقف يقل جاه رجال احمد الله. انه حن سلمنا قلت كان فيه موقف قبل عشرين سنة مسويه ولا شفته الهاله في انسان الحيانة يعملون معه مثله. الله الله الله. اما ان من الشعر أبا أذكر بس دليل كذا صغير ونرجع للشيء على قولة كأنه موقف من عشرين سنة وشفتها الحين الحسن البصري لما تكلم عن يونس بن متى عليه السلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أنني كنت من الظالم يقول الحسن البصري ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت ولكنه عمل عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة وإن العمل الصالح هذا الشاهد وإن العمل الصالح لا يزال بالمؤمن يحرسه فإذا زل أقامه إذا واحد عمل عمل صالح يصير مثل الأم اللي ولادها يتعمل المشي يتعلم المشي ويترقبه بس لا يطيح بس أمسكه يظل العمل الصالح محيطا بك مثل ما قال الله تعالوا يرسلوا عليكم حفظه له معاقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه لا يزال العمل الصالح بالمؤمن فإذا زل أقامه يفزع معك على طول العمل الصالح ويعينك رسول لو لأنه كان المسبحين فلولا أنه كان المسبحين لا يبث في بطن إلى يوم يبعث يقول يا لادمي سمر اللي يالي تبيدك تنبيك نكبات المخاليج عنها عنها دنياك بسهم المناية تهددك ألي وما الرقطة لفاعي ومنها الله لازم على حوض المنية توردك ومسحوتها ما تأخذ اللي تسفنها لابد ما قال ناصر أرواح صيدك سمسطيت قبلك برمح وطعمك ترحر وعندارك ولا صحاب تبعدك وتسكن بدارا ما رجع من سكنها الله وحيد تسكن والهوادي وسيدك بحفرة تنتزو غلب صار منها ومحنتك ما في حين يساعدك ألا الذي مثقال ذره وزنها هو الذي يعلم خوافي عقيدك ألي خسف في قوملوط ولعنها الله الله لا إله إله إبو عبد الله سم وبقي معنا ثلاث دقائق ونقسمها بينكم نقولك ما دامنا نحن في باب التوبة لأنهم قبلنا على عشر مباركة إن شاء الله تعالى الله يعينه يعينكم عليها فأنا أقول لأخوان المتخاصمين الأقارب المتخاصمين الزمالة الجيران اللي كان ين كان إذا كان بينكم خلاف فاستغلوا لها شارة مباركة استغلوها بالجمع الصلح صدق الأقارب بينهم شحناء الزمالة بينهم شحناء فتوبوا إلا الله في الدخول للعشر مباركة وإحنا كذلك كانت توفى العشر المباركة يعني كم راح أخو بينهم شحناء توفى ما لحق أن يصلح من أخوه ما لحق أن يصلح من أجاره أنا بس أنا باقي دقيقتين والإخوان يبدو أبو دكتور أبو عاصم ها ها يا شيخ عبد الله سم أقول كنت مريت بواحد قبل كذا وكنت أنصحه عن الدخان تنصحه عن الدخان عن الدخان فقال أستغفر الله وتوبوا لي وهو ماسك الدخان فحتى أنه يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة لابد من شروط يعني نتذكر إلى شروط التوبة ثلاثة وهي التي قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة النصوح أحسنت فلابد أنه يكون يعني يقلع عن الذنب في الحال حتى يتوب منه ثم يندم على ما فرط في جنب الله وكذلك يعزم الثالثة يعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى الله صدر والرابعة ما بين المخلوقين يعني بين البشر أنه إذا كان له مظلمة لأحد مظلمة عنده أنه يرد يتوب مثلا من المماطلة أو من أموال الناس أنه يرجعها وكذلك الدعاء مهم حقيقة في هذا حتى لا يكون كلامنا بس كلاما نظريا أن الواحد مثلا لازم يفارق البيئة الفاسدة عشان يتغير ولا لازم كذلك يعني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته أن يوفقه إلى التوبة أن يصلح ما بينه وبين عباده هذا مهم جدا أن الواحد يعني مثل ما نادى يونس عليه السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل الدعاء دعوة أخي ذنون لما قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين والملائكة كما ذكر السيوط لما دعا يونس فناد في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي قال الله هذا يونس قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء قال الله بلى ثم قال الله فلولا أنه كان من المسبحين دائماً أنه يا ربي تب علي يا ربي وفقني للتوبة أستغفر الله أستغفر الله يعني أستسمح الله وأستعين بالله أن يغفر لذنبي ونحو ذلك هذا مهم أن يتصوره الإنسان دائماً حقيقة يعني حتى يعني يتقبل الله تعالى منك شباب كم بقى معنا على الأذان؟ الدقيقة هو شيء ولا؟ ثلاث دقائق صلى الله يغفر لنا قصة وسيطة عطناها عجل عشان ندعو الله قبل أن يؤذنها لا عطناها كان واحد توفى أبوه وهو أماره 18 وسبحان الله صار عاقم بأمه وضرب وإزعاج وهذه قصة من قرى أهل حول نجد اسمه أود يقول اسمها لنا قرية هذه والمهم يعني مر سنة وسنتين على هالحال هذا يوم الأيام الإمام يقول سلمت هالقرية هذه والتفت على يميني والقى هالشاب جاي يصلي معي أول مرة يصلي معي يعني رحت لقيت وش يعني يعني وينك وينك وسأل عن حاله يقول أنا عارف الإمام أن أمه كانت تدعو له فدعاء الوالدين مستجاب فنكثر من الدعاء نكتر مدعاء لالله يستجيب لنا ويرحمنا برحمة الله أنا قرية تجاق سيستن صغيرة قريبة من هذه في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي يقول إن أحد الخلفة هم أن يقتل وزيره بلغ عن وزيره بعض الأشياء كذا وهم أن يقتله فرآه في المنام في الليل كلما أراد أن يطعنه اتقاه الوزير برغيف برغيف كذا فاستغرب يقول فلما أصبح قال الخليفة للوزير هل كان لك قصة مع رغيف قال لا يا أمير المؤمنين قال بل لك قصة مع رغيف أخبرني قال لا أذكر قال إذن سأخبرك أنا هممت بقتلك بلغني كذا وكذا لكني رأيتك في المنام كلما أردت ونعطانك اتقيتني برغيف فقال نعم إذا كان تقصد كذا نعم أمي وأنا صغير كانت كل ليلة تضح عند رأسي رغيفا ثم إذا أصبحت صدقت به وتقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة يقول كل ليلة تسوي تعجن في الليل وتسوي خبزة وعقب الفجر تتصدق بها تقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة يقول ولا زال هذا الحفظ به حتى الآن وانا شايد الله يرحمه ولذلك سبحان الله يعني ترى العمل الصالح مثل ما قال حسن البصري قبل قليل لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه فإذا زل أقامه الله يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته ويعيننا على استثمار هذه العشر الكريم يا رب العالم اللهم اختمنانا شهر رمضان بالغوان